طور خالد لو عايز هنا عندي يعني فيه يعني مجموعة من الأوراق بس فيه جزء كده متعلق بالجماعة ممكن يصيب المشاهد شوية بالبلبلة أو بالمل اللي هو الجماعة كيف تتعامل مع بعضها البعض ومسائل متعلقة بأنه إزاي يعودوا مع بعضهم إزاي يتعلموا فيه آيات معينة فيه مصطلحات معينة يتم استخدام يعني فيه أمور متعلقة بشؤون الجماعة نفسها وفيه أمور متعلقة بالمجتمع يتعاملوا إزاي مع المجتمع هنقول بعد هذين النقاط يعني فيما بينهم بينهم وبين بعض يعني التوجيهات ليه بتتم بهذا الشكل يعني بسم الله الرحمن الرحيم هو بعد طبعا زي حضرتك ما قلت أن الجماهير ابتعدت والجماهير أخدت موقف من جماعة الإخوان بادئت جماعة الإخوان والكلام ده لها أكثر من سنتين تتاجه أن هي تعافز على بناها كجماعة وبقى الهدف هو المحافظة على الجماعة كأسر وكأعضاء لأن بقى يعني فيه عدد كبيرة خدت موقف سلبي نفسها من الجماعة نفسها نعزلت يعني بقى قسم عزل تماما وبيقول أنا من الإخوان لكن موقف موقف سلبي ما بيحضرش اجتماعات أسر ولا اجتماعات الشعب ولا والمشيطات الإخوانية فأنا عندي هنا مجموعة نصائح متعلقة بالشعب ازاي والناس تلطقت ازاي كل ده كل ده نبقى هدف أساسي عندهم محافظة على الجماعة لأن هم يعني هم بيبصوا بلونا احنا مع الوقت احنا نحافظ على الجماعة وهم عدنا تمانين سنة وظلت الجماعة موجودة فاحنا وظيفتنا الحالية لما أصبح فيه حراك مجتمعي ضد يعني ضد جماعة الإخوان وضد أفكار الإخوان هما الإخوان كلهم انتقلوا من أماكن إقامتهم من أماكن تانية يعني انتقلوا من لأنهما في أي مكان أصبح مفيش أي تجاوب جماهيري مع يعني مع الجماعة الإخوان وبالزيد ده نتج حقيقة إنهما عدم إدانة الجماعات التكفيرية وعدم إدانة الجماعات التكفيرية يعني بيجيب كراهية غير عادية يعني في وسط الجماهير لا لأن القطاع الأوسع من المجتمع بيعاني من الإرهاب وكمان بيتصدى للإرهاب مع القوات المسلحة والشرطة بضغط القضية إن القوات المسلحة ده جوز من المجتمع يعني فرد من قرية جند من قرية هو قريب بالقرية كلها أو صديق القرية كلها لو قلت لك بعض النقاط كده اللي هي يعني في خطة 2018 واحد يعني يقول لك الملف الأسود لانهيار الأوضاع الاقتصادية والسياسية والإعلامية والقضائية والأخلاقي يعني إزاي يشتغلوا على إن فيه انهيار أوضاع اقتصادية سياسية إعلامية قضائية أخلاقي اتنين مستقبل مصر مجهول ومحفوف بالمخاطر والمفاجآت وعلى كل صاحب ضمير أن يغير المنقر ثلاثة فطح الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس السيسي دون توسع لتشجيع داعميه على الانتقال لمربع الثورة يعني هنا بتكلم كمان على إن الدائرة الضيقة قلل حدة الانتقادات لقطاعات واسعة في السلطة وحاول تشوف الدائرة الضيقة المحيطة بالرئيس السيسي حتى نتمكن من اجتزاب ناس عندها موقف منهم يعني الحقيقة الكلام دا والدعوة بهذا الشكل السياسي الواضح المبالغ في الأمور السياسية هو بيبتعد عن جماعة الإخوان كجماعة إسلامية ده سند كل قوتها وكل يعني عوامل قوتها من أنها جماعة إسلامية هي اللي ما بتخاطب بهذا الشكل السياسي البحر هذا شغل السياسي محترف شغل حزاب محترفة مش شغل داعية ولا شغل ولا شغل داعية شغل السياسين المحترفين يبقى هو أدرك أن الخطاب الإخوان لن يكتذب أحدا بعد الآن فتعالوا نشتغل شغل تانية شغل تانية شغل السياسين المحترفين وشغل الأحزاب المختلفة طبعا ده أكتر ما بيجيبش مش هيجيب نتيجة لأن الناس أصبحت هذا الكلام أصبح مكرر وهذا الكلام الناس ممكن تنتقد النظام وممكن يعني يبقى على اعتراض على أوضاع لكن عند الخطر تلتحم مع النظام على الفور عند ترفض الإرهاب اللي في سينة الشعب المصري كله ضد وأي شخص لا يؤيد مثلا القضاء على الإرهاب في سينة بيفقد مصدقته عند الشعب تماما ولو يسمع له أي كلمة يعني أنت ما تأيتش أو تجيب أي عذر أي أن كان لأي عملية إرهابية أو لأي مجموعة تقول لبيت المقدس دي عشان في ظلم في سينة وعشان مش عارف فيه مال في سينة أول أنت ما تقول الكلام ده انفضط عنك الجماهير ومش حتصدق يعني لن تصدق في أي كلمة وطفقد مصدقيتك تماما أنا دخوله جامعة الروضة تقوله صوفية تقوله 27 طف يعني أنت يعني خلاص تعرت الجماعات التكفرية تماما فأنت هنا بتقول ده شغل سياسة معناه منه وكتشف أنه الخطاب الإخوان الخطاب الإسلامي اللي كان أصبح مالوش تأثير الحقيقة يعني وكمان يعني داعش وطرقتها وجماعات التكفرية اللي بتطلعوا بلاحية خلاص نسمع أن الشعب متدين الشعب المصر شعب مزدين بطبعه ومتمسك بدينه أنت جايب الخطاب غريب الخطاب نجأ أعمله يعني هنا أقولك مثلا تسليط الضوء على مظاهر التردي وحسن توظيفها كشف التزييف الإعلامي وقلبه للحقائق وجرائمه في تشويه المعارضين وخاصة جماعة الإخوان الترطيط وإبراز الجهود اللي بتعارض النظام أي جهود بتعارض النظام سواء حتى من داخل النظام نفسه يعني يعني يمكن أن يكون في حد من داخل النظام نفسه ولكن عنده موقف متغير شوية فيقولك إبرز هذه الأمور يعني أي مجتمع موجود على الدنيا أو أي دولة موجودة على الدنيا فيه شريح موجودة لها مشاكل مع النظام أو لها قضايا خاصة بيها دي شيء طبيعي موجود وطبيعة الدول كلها في الدنيا بهذا الشكل بس هو ليه عنده اليقين من أن الشغل تدريجيا على هذه الأمور لكن هذه الشريح تهدم مجتمعها أي دولة من دول الدنيا كلها فيها لها مشاكل مع النظام لكن تهدم دولتها حتقاتل عن دفاعا عن دولتها مش مصر فقط إذا ينتقل النظام يختلف معاه يكون عنده غضب على شيء ما لكن يهدم استقرار مجتمعه يهدم دولته مستحيل طبعا طيب يدها في يد الإخوان أبدا يعني واستحالة إنك أنت يعني يعني الناس بتعتبر إن حصار المنطقة كلها والموجات التكفرية اللي عمت المنطقة بإعاز عالمي وبتدبير عالمي ومؤامرات عالمية إن هي أسباب الإقسام تقسيم العراق الشعب المصر وكله كان بيشتغل يعني كل أرياف الشعب بيشتغله في العراق تقسيم العراق وزور دولة داعش ده كان ليبيا فالناس مدركة تماما إن الإرهاب وإن التكفير وإن الجامعات هي من أسباب الفقر ومن أسباب التضييق اللي بيعاني منه كثيرا من طبقات المجتمع كمان نقول كشف أساليب النظام المستبدة في تغييب الشعوب وإلهائها عن الأزمات الحقيقية بالقورة وبالبرامج الترفيهية وبالمسلسلات الدرامية وبرامج التوكشوية تعرف ده خطب بيجيب أحيانا مع الناس يعني اللي هو شوفه السلطة تغييب وعي الناس بإلحقه بالمسلسلات وبالقورة بس ده كلام مش جديد يعني كلام ده تردد كثير لك كلام ده ما بيهدمش مجتمعات ولا بيغير أنظمة يعني هذا الجهد الحقيقة جهد ضائع يعني أنا مش منزعج من الكلام ده لا يمثل يعني جهد ضائع يعني أنت بتردد كلام بيردد من السنوات طويلة وكاد تردده الأحزاب وده كلام من الأحزاب اليسارية من القديم مش كلام جديد الحقيقة ولا كلام لا يؤثر لا من قريب ولا من بعيد في طبقات المجتمع المختلفة يعني يعني ده بالكلام ده دليل إفلاس يعني أنه لم يعود لديه لا ما فيش جديد ما فيش جديد لا اجتزاب الناس يعني صحيح طيب لو شبت كمان فيه الكلام عندهم مشكلة فيه فكرة إقناع الناس بأن الإخوان ليسوا إرهابيين وأنهم دعاة ويحاولون نشر الأخلاق في المجتمع تعتقد أنه ده كمان يهمهم محاولة إقناع الناس أنه الإخوان ما لهمش علاقة مع الإرهاب يلعبوا على هذا الوطن على فكرة هم بدون ما يشعروا بدون ما يشعروا ده غباء هم بيقنع الناس أنهم يعني عدم الإدانة الكاملة للعمليات الإرهابية يعني أنا دخلت في حوارات كتيرة مع ناس يقولك لا ده العمليات الإرهابية ده رد على الظلم اللي بيحدث فيه رد على التهميش اللي بيحدث في السناء رد على التهمي القبيل اللي حدث في السناء دي جماعة دي حاجات وهمية جماعة بيتها وهمية مين